بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جريزة أخبار الفجر الإلكترونية المغربية باون سمع من قصاح والدوار الشنطي موايا الدوار الشنطي متزوج عن وطاة البيضات المحال دينا زريبة دينا من أقدم زريبة لكالدوار الشنطي مني كالبردي دينا أيام استعمار المحال دينا ما أعطاننا هنا أعطاننا القيد بو شعبه التاريخ كان القيد بو شعبه أعطان ذاك البحث ونحن كنا كانوا المحال كبار الدوار شنو كان كان عبارة عن زريبة مكانة طرقان ما كانت أشداء ضو ولا ما ونحن كنا كانت يجينا الفيضان كانت قاسحنا لأنه كان جدا وجدي الله يرحمهم جاء قربوا تم الوادي نحن كنا وعدنا البقار وضوك الشي وكنا ساكنت ما في الدوار والدوار عاش في الدوار متزوج عن تلت البيضات وكذا ما كيمنعش قرينا وفي الظروف اللي ذكرته والآن متزوج وصاحب مصير شركة فاعل مدني فاعل جمعوي فاعل سياسي يعني نخارط في عدد جمعية موشف مدني في السليحية آخرها أنا الآن كاتب العام دي الجمعية أجيس للتضامة الموقع والسورة متوسيلة على الإقليم في السليمان جمعية ناضرة السليحية مؤسس الولادية ودوار شنطي فاللي يعني حقيقي مع عدد فعائية مدنية في دوار شنطي بمثل عادة لك الدوار شنطي أحضرنا في عدد تكوينات كان لنا الشرف بش نحضر مع عدد من المنظامات كان لنا مش الفضل ولكن كان لنا المساهمة في بناء ذلك الفضاء الجمعوي المهماش بدوار شنطي الآن بقي مسدود وما كيتفاعلش تصورت عندك فضاء جمعوي وصد دوار شنطي ويعني ممكن تدير في أي حاجة دير في المراجعة دير في الانترنت دير في المرأة دير في أي حاجة عما تخليش مسدود هذاك احنا بفضل جمعية تدبير اللي كتو عضو فيها وليكنت رئيس فيها ومع المنظمة الأمريكية التنمية الدولية حاولنا أننا نجيبوا اعتماد وكان لنا يعني مع واحد مجموعة إخوان أنا نأسوا ذلك الفضاء نتمنى معند الله أنه أأسوا بعد الجمعيات حاليا شعلا أنا نغالي أننا بدينا في اللبناء الأولى باش نحاولوا نحركوا للعمل الجمعوي النضالي داخل هالدوار شنطيب باش نرفعهم منسب الوعي لها الناس ونساهموه في التنمية ديالدوار شنطيب إن شاء الله بإذن الله نمونيوا في الدائرة وجبدناها لقيت معالكتوه احنا ما عندناش فيك المعارضة كل نقطة جدو الأعمال اللي كتلامس لهموم ديال المواطنين من أول مدافع نكروا عليها كل نقطة اللي كنشوفوها غالي تضر مصلحة للمواطنين احنا اول ناس رفضوا ضدها طابعة الحال بوحد الحس نضالي وطني مواطناتي اللي كي اقترده الموقع للمعارضة احنا من كش نقبلو واحد تسهير يعني هاجين واحد تدبير يعني ما كيانا عايشت مصلحة للمواطنين وهذا شي غيبان هذا شي غيبان غيبان من اول نقطة جدو الأعمال للدورة غيبان تصوروا البرنامج لأنها نكرت تصبر المجلس شوف تجربة نتاعين متعباضية المجلس فقانو كيدو ستسنين انا بني سبيل المجلس كيدو عندو عامين ما عندو ستسنين من اول دورة الى اخر دورة في العمر في السنتين لبداية المجلس هادو كياناوات الحقيقية اللي ممكن كيخرجوا في المشاريع ممكن تنفذ في البرامج وكي يدار في كل شي لانما كندخلوا الدورة الثالثة اما كندخلوا في السنة الثالثة كنت تعرف مادة مئة سبين أو مئة سبين سبين كندخلوا في التطاحونات كندخلوا العام الرابع كي يقولي اطراف كتبغي يدار بلوكاج بشراء اسمي بينج وكندخلوا المدينة في واحد العداد كانت في نافق هذا ما هو واقع وهذا ما يقع في المجلس اللي فات وقع في المجلس اللي قبل منه وقع في جميع المجالس الا المجلس 1309 اللي حفظوا الله من هذا الشيء ولكن المجلس اللي فات عاش نفس الظروف دورة ميزانية للأولاد وقع بلوكاج من 2016 2017 2018 2018 2019 ومدينة بلوكاج حتى الأكتوبر 2019 بمعنى انه احنا خصنا المطلوب فينا احنا كمستشارين مطلوب فينا واحد نج واحد الحس وطني خصت اخوان اللي نجحوا كاملين لا اعرفش واحد العداد منهم وخاكمت لي فرصة باش نتلقى معهم في اول لقاء دورة الرئيس المكتب وكان خصت واحد باقي معرفناش اعضاء ويعني ونشوفوا التصور لهم وبرنامج وكيف يشتغلوا انا كن قول ديما كان واحد مطلب من خلال واحد اللي قا عملتهم مع بعض القناة كان نشوف من خلال التعليقات انه كان مطلب يعني سكانه من خلال الناس جماعيات يجب ان يمدوا يد الله نحن مستعدين للمعارضة نحن مستعدين لنخدمون نتوقعوا الله نحطوا مشاريع وبرامج نفذوها نخلقوا لجان تونائية تشتغل عليها نحملوا اطراف التي تشتغل عليها نتحاسبوا معهم ندروا المستقف الزماني نحن مستعدين للمقابل ولكن بالمقابل قاعدنا مجلس ورئيس مجلس في مستوى تطلعات تحت مجلس دوليا الساكنة انا جاءت علي يعني كينا اغلبية وكينا معارضة في الفكر ديالي والطربية ديالي ما عنديش المنطوق دياله هذا معارضة وهذا اغلبية لان لكان المشريع اعتبر اللي يدخلوا التسير وما الرئيس المكتب دياله وكاتب مجلس النائب دياله ورؤسة الليجان وعضاء الليجان وخارج هذا المجموعة هذه تبقى معارضة انا بسبب لي ماشي معارضة من المعارضة اشوف اه شنو المعارضة قد اكون ودي حصلت لي هنا في التسير وكنت وش راشد يزوني معي مستشار فيها انا كتبت في التسير وخالفة ورفضت نقطة في جدوة اعمال دورة المجلس لان مش بالدورة نكون في المكتب مقان صادق على كل شيء ومش بالدورة نكون في معارضة رفض كل شيء لدينا ملفات حقيقية مش التشخيص لدينا وضع معيين لدينا ملفات لدينا اولويات لدينا مدينة يجب ان يقلس في الارض يضع الملفات يضع الاليات يضع الميكانيزمات يضع افاق يضع اطراف المعنية في هذا الشيء ويضع اجندا يضع برنامج لتنفيذ هذا الشيء لان 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 تحمل سوريا لدينا مشكلة لدينا مشكلة نحن لا تكلمون عن الحصاد من نقاوسان السياسي بل فكر السياسي لا 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 لدينا كل شيء مجرد تجربة ان كان من عضو مؤخرا في المجلس وكانوا عندهم تفوضات في قطاعات معينة حساسة مهمة كانت تلمس المواطن عند علاقة مباشرة مع المواطن نجحوا؟ ما نجحوش. شوف الدكاء المغرية الدكاء يعني هذه الناخيب لا يبقى احد يقول اضحك عليه. المواطن متبع صغيرة وكبيرة. نعطيك انا همية بسات نزل في الطاكسية تفتي دي حياة. قلو بغيت مشى لدوار الشنطي. طلع في كاروسة اركب مع امه الكاروسة التяхب على ما سähänوببد. هاي يعطيك على الميزانية ويقولїنا كندوارك خورฟنفاء الله فيKing Mechanic دي والله فلانشفر الله يديره وله هات المنسب الوعي هذا المواطن. وهذا مهم. هذا مهم جدا فأحز carga سياسية كفاعلات مدني، فاعلية وكامجسية MARYPAM ومجتمد مدنيا فأخر mike دورنا . ونرفع كنت المنسب الوعي مثل تاتريد من الحاجة وتترفع من الوعي ثعتراقいたي، الويبات التي تت Нуذي مهم. وده هو يجب أن تكون في لحمة وطنية لأننا في التالي كان قولة بلاد هذا هو الذي يطلب ليس بمفهوم تضيق سياسة ومعارضة وهذا شيء غيبان نحن برجاء مشروع ميزانيان نتمنى أن يكون في وقته ونقوم بعمل الكراءة ونقوم بعمل الكراءة النقلية ونقوم بعمل شراحة عملية ونقوم بعمل الشيئ غيبان في جدول أعمى وتدخلت داخل النار غيبان لأنهم يرفعين الشعار أمن به ليس الشعار ليس شعار ينطيقين فقد أمن به نحن جايين عازمين كي نفعله الذي يطلب هو أنه تحبس الكواليث تلك الكوليث واللارنك تحبس وكي الأعضاء مغضبين يوم غاضبين استمعوا واحدة الى خمسة وستة منهم في الأغلبية القاولة سنتار ناكا وعدوهم وما داروا معموله هادشي كهلق شاتات المجليز يجب أن يكون فيها التناغم معادته يجب أن يكون التناغم مع أطراب أخرى يعني باش الأمور تشل قدام هذا هو المطلب ودي الرؤية أول حاجة أنا أشكر يعني المجلة الفجر الإلكترونية المغربية على هذا اللقاء هذا ثاني حاجة أنا كنقول ديما خص يبقى الأمل أول حاجة يبقى الأمل ونقل ونضاكره ونضاكره هنا كمجموعة ونضعه لما كان جاي غير يعني جاي غير بلا برنامج غصو يحطر برنامج دياله يعني بدوز الباساسونت كونسين وتأخذ من السورية بشكل رسمي ونضعه الأولويات ونضعه الهدف نحن ضد البلوكاج لمدينة يوقع علي نحن كن ديما في العهد السابق تقوله ضد البلوكاج ونكونوا نطرافيه نحن نكون معارضة تقويم تنبه تقترح تعطي مقترحات نحن نحن نستمتعه نحن نستمتعه بمسادرة نقدي ولكن بغيرها انه يحدث بشكل لانه يمتعه لا نستمتعه ليس عادنا مجلس تشريعي يمكنه يشرح في القوانين أمور عندك واضحة ميزانية نموذجتها معطيت تبقى القانون ومرسومتها من وزارة الداخلية تشوف الباقي استخلاصه وتشوف الميزانيات تشوف العزلتها كيف تصرفها من يجيب الاعتمادات تشوف اعتفاقيات تفعيب اعتفاقيات اولويات في مدينة لن يطلب اعتمادات مالية هذا اول مطلوب احد عداد ملفات مخصش خاصة مفاوض خاصة راجل اللي يدافع عليها خاصة راجل حقيقي اللي يفهم الدور ديره ويعرف الدور ديره ويرافع عليها وما تطلب الاعتماد مالي ولا خاصة جرأة ليس واقحة خاصة جرأة خاصة جرأة سياسية للمسئوليه اللي يتحمل في المسئوليه وندافع الملفات ونكونوا السند هلنكونوا السند واشتغل يتجيب لي مشروع او ترافع على مشروع امشي معك مشي ثلاثين لان كانوا خمسة وثلاثين ديرهم ونصوتوا بالاجمع ونتحملوا معك المسئوليه ونشدوا ميل فتحنا برأسنا ونقلوا جاينا ونرافع عليها وانتعطيني تعويض لا تعويض لأولو ما بغي لأطمو بالجيم لأولو احنا جايين باش نمدويد الله انت من هذا الاشارة تصل لان هذا مطلب من السكان واحد العدد من الناس يتلقوا بيئة يقول يا اودي اسم قصار احنا يزمع بغيناك تكون وادا اوديناك ديما كاين ديما حاضر ديما نمدويد الله ديما نتعاونه ديما نقترحه ما عندنا مشكلة انا سيدريزويني ما عندي مشكلة مع شخصي لا ادنا مشكلة احاول فتسير هات السيدة عنده حكم اوديناك اعطاه القانون القضاء تبارك الله ما اعطاه ايش تبارك الله احنا كنت يقف القضاء انت عندك طوعون وعندك احكام قطعية دي للعزل القانون يقول ما مش محقك اه انا مش محقك انا مش محقك ما كانت منه وانه في حاجة ان شاء الله انصفنا القضاء خاصة هذه المجموعة كانت تدير التحالف بالطريقة الهاجينة بالطرق للدرس تستفيد تأخذ الدرس تأخذ العبرة تأخذ العبرة ان هات المحطة اولادية تغبنوا بالطريقة للتحالف المرة الجاية مهجوس كانوا يمشيوا تأخذ العبرة تأخذ العبرة ويتحالفوا ونتناقشوا هنا ونتذكروا ونستطروا الأمور نقولوا عضوين الله نجح نهار 8 يار سيزون نهار 10 يار بقى يمسكين الفرحة ما عارف شو ولكن الان يشوف تلقى مع الناس يخذ العبرة يجب أن يكون في مستوى المسؤولية فهنا هذه المسؤولية وطنية مسؤولية قدام الله قدام المواطن قدام التاريخ لا يمكن أن ننسى لا يمكن أن نتبعه وبالتالي انا كنت من ليس شغل هنا كنت من جميع كنت من جميع فعاية مدنية أحزاب سياسية مجتمع مدني فعاية مدنية هذا كل من خارطه خاصة من خارطه لأن لا دستوريين يجب أن يكونوا في المقاربة التشركية وقتراحة واقتراحات لا الظاهرة 13 و 14 كانت تهم الحق بشيغوا برنامج عام أو على الأقل يشاركوا في سياغة برنامج عام في إطار الاستشارة ما بينهم في المجلس ما بينهم في المجلس يعني عندهم واحد العداد الحقوق يمع لي واحد العداد الحقوق وبالتالي نتمنى منهم أن من خارطه ليكون الشعر الأول هو المدينة ثم المدينة ثم المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر